السلام عليكم يا أخواني الحبيبين الآن في خبر عم يتم تداوله ونحن ما عم نبحث بتفاصيله كثير اللي هو بوتين يستجدي إيران من أجل صواريخ باليستية بالمقابل بوتين رح يعطيهم طرق كيفية صناعة قنبلة نموية بشكل سريع أو طيران حرب حديث بما أنه إيران ما عندها طيران تفتقر فعندها فقط صواريخ باليستية تصنعها هي على أساس نحن خلينا إذا سلمنا جدلا بأنه هذا الكلام صحيح أول شيء هل بوتين مفلس لدرجة أنه يطلب سلاح من إيران؟ ايه نعم لأنه الدكتاتور الطاغية بوتين كان يرى أنه الدخول على أوكرانيا لربما 15 يوم أو 20 يوم أو شهر يسقط النظام في أوكرانيا ويضع نظام بديل كما وضعه في الشيشان أو في بيلاروسيا أو جورجيا ويقول خلاص هذه بلد مستقلة وأنا مالي فيها وهي تمارس حكمة بشكل ديموقراطي لأنه يؤمن بالديموقراطية هذا الخبيث اللي هو بلانة في الوريث القصر ونصير بشار إذن أول شيء أنه هو حقيقة بحاجة إلى الصواريخ الباليستية نعم بحاجة هل هو في مأزق؟ أجل في مأزق الآن بدأ بجيش عدده 600 ألف اليوم جيشه وصل للمليون ونصف ممكن في نصف مليون فطيسة هل هو مستنزف؟ نعم هو مستنزف هل الغرب وأوروبا مستنزفين؟ لا لأنه بالنهاية هم يغزوا الحرب بأوكرانيا بالمال اللي حجز للروسي بوتين عندهم في بنوكم هل حتى الآن يوجد قتلة من أوروبا وأمريكا؟ لا لا يوجد قتلة من أوروبا وأمريكا إذن الآن حرب باردة بالنسبة للمعسكر الغربي ولكن حرب طاحنة حقيقية بالنسبة لبوتين لهو ظن أنه الموضوع عبارة عن زيارة مثل ما بال2014 قام وأخذ شبه جهزة القرم والآن بدي يفوت تسلايا 15 يوم ويطلع ويخلص من هذا الهم كله طب هل هو كان مجبر على معركة أوكرانيا؟ نعم كان مجبر على معركة أوكرانيا لأنه بنهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1991 تم الاتفاق أنه أوكرانيا والجمهوريات التي تساقطت من الاتحاد السوفيتي تحافظ على استقلالها ولا تدخل إلى الاتحاد الأوروبي واتفقوا على ذلك لكن اللي صار أنه كان كل سنة تتسرب هذه البلدان وتدخل إلى الاتحاد الأوروبي بقيت أوكرانيا اللي هي القلب النابل للاتحاد السوفيتي والعقل المفكر في الاتحاد السوفيتي شاف أنه الموضوع انتقض الاتفاق والاتفاق كانت تجرد أوكرانيا من السلاح أنه بالمقابل يقوم الغرب بحماية أوكرانيا إذا فكرت روسيا الاتحادية أنه تغزو أوكرانيا هذا الاتفاق فإذا هو مجبر لأنه صار الناتو بحضنه لكن هل هو يستطيع هو الغبي هاد كرر تجربة الاتحاد السوفيتي بالحرب الباردة بينه بين المعسكر الغربي المعسكر الغربي رأس مالي والمعسكر السوفيتي شيوعي لا يؤمن بالفرد ولا يؤمن بالجماعة ويؤمن بالتشاركية بكل شيء وحتى بالنسوات اللي بهمه يعني فإذا منرجع للنقطة اللي نحن حكينا فيها هل الآن بوتين فقط بحاجة إلى السلاح من إيران لا يوجد شيء آخر الأغبياء في إيران عم يحفروا قبرهم بإيدهم لسبب بسيط الآن ورطهم بالسلاح الطائرات الانتحارية الآن بوتين يريد طوق نجاة بأي طريق إن كانت فهو شاف أنه بطوريط إيران بإعطاء معلومات عن القنبل النووية الحديثة أو طيران وبذلك يستفس الغرب وأمريكا أنه ينهو المسار السياسي مع إيران ويقوم بتدمير إيران وهيك بيكون هو أخذ تنفس الصعضاء واستراح في أوكرانيا بما أنه بوصلت الحرب والدعم والمعارك رح تكون في إيران من وجهة نظره هذا الغبي تفكيره صحيح ودموي وقاطئ ومجرم لأنه رح يضحي بحليف قوي بالنسبة إله وبجبهة المفروض كان يحافظ عليها إلى سنوات قديمة لكن الآن نتيجة إفلاسه وغرقه هو مستعد أنه يغرق مع غيره ولا يغرق لحاله هو هيك بنظره اللي تفاجأ فيه ممكن هذا الغبي أنه الآن التصريحات الإيرانية انتقلت من الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وطلع الرئيس الجديد وقال نحن أخوي نحن والأمريكي هو الأخ الكبير ونحن الأخ الصغير وبدنا حل فإذن الإيراني الخبيث استشعر الخطر اللي بدي يورطه في بوتين في اندلاع حرب بسبب دعمه لبوتين قصد الفرص بسبب دعمهم لبوتين فالآن الموضوع على شفا حفرة من انهيار الروسي ومن انهيار الإيراني الآن مجبر الروسي يفكر بمصلحته حقيقة والإيراني رح يفكر بمصلحته بشكل كامل حقيقة إذن الآن شفنا الموضوع تطور إلى إفلاس من هذا المحور وإلى سقوط حقيقي مدولة هذا المحور نحن اللي علينا نشوف ياتدمر إيران ياتدمر الروس وإذا دمرت روسيا دمرت إيران فعال حالتين الوضع تمام من شان ما ننسى فيما يخص حسن زميرا اللهم شماتي اللهم شماتي اللهم شماتي ونبارك هذه البيجرات المباركة التي انفجرت في عيونهم وفي قفاهم وفي أدبارهم وفي مهابلهم وإن شاء الله دام الله عزائهم ومن عزائهم نستمد أفراحا ولنلمتنا ضلوا خير